بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان ولله قموا فهو للرسول والذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القفوى والرقف أسفن منكم ولن تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع العليم إذ يريكهم الله في منابك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتوازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكهم إن تقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تصلحون وأطيعوا الله رسوله ولا توازعوا فتفشلوا وتذهب لي حكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تقوموا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الله ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نكس على عقبيه نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترى وإني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربوا موجوههم وأدبارهم وذوقوا عذابا حريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعا والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخرهم الله بذوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أم عمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليهم كذا بآل فرعا والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذوبهم وأغرقنا آل فرعا وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتهم ثم يوقضون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيامة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموا وهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جرحوا للسلم فاجرح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك من نصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفص الله عنكم وعلم أن نفيتكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرين يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي أن يقوم له أسرى حتى يسخن في الأرض تريد ما عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيارتك فقد خال الله من قبل فأمكر منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استعاصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تقوم فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلا الذين آهدتم من المشركين ففي حوف الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذ الكافرين وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن طبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا صلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يطلغه مأملة ذلك بأنهم قول لا يعلمون كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوا وقم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأقصرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمرا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواركم في الدين وانفصلوا الآيات لقوم يعلمون وإن وكثوا أيمارهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة القفل إنهم لا أيمار لهم إنهم لا أيمار لهم لعلهم يعتهون ألا تقاتلون قوما وكثوا أيمارهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشنهم فالله أحق أن تخشره إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم والله بأيديكم ويخفهم ويغفهم 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 عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تطرقوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير لما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمر بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يقوم من المهتدين أجعلتم أجعلتم فقاة الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وآفثهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون يبشرهم رقبهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوالكم أولياء أولياء إن استحقوا القفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوالكم وأزاجكم وعشيرتكم وأموالهم قطرفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مراطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم إذ أعجبتكم كسرتكم فلم ترمي عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم طروها وعذب الذين كفروا وذلك جلاء الكافرين ثم يطوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون مجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يرميكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوطوا الكتاب من الذين أوطوا الكتاب حتى يعطوا الجذية عيد وهم صاغرون وقالت يهود عزيون ابن الله وقالت وفار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفقون اتخذوا أحبارهم ورهبارهم أربابا من دون الله والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرقون يريدون أن يطف أمور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يطم موره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل وصوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرها المشركون يَا أَيُّهَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَا يَوْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِرْاهُهُمْ وَجْرُبُهُمْ وَغُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَمَثْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَرْقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِذُونَ إِنْ عِدَّةَ الشُهُورِ عِندَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله إثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوا لهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء ذيادة في القفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ويقوم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تغفروا فقد لصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أسمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجود لم تروها وجعل كلمة الذين كفر السفنى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قافدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لنستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما آذيتنا لهم حتى يتبين لك الذين فضقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروجا أعدونه عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم لا ذادوكم إلا خبالا ولأرضعوا خلالكم يبرونكم الفتنة وفيكم فأمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك العمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألاف الفتنة فقط وإلا جهلما محيطة للكافرين إن تصبك حسرة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخرنا أمرنا من قبل ويتعلوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله للا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنين ونحن تربصوا بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طرعا أو كرها لن تقبل منكم إنكم قلتم قوما فاسقين وما رأهم أن تقبل منهم رفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموادهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قل يفرقون لو يجدون منجا أو مغارات أو متخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذ كث الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات الفقراء والمفاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين والغالمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمته للذين آمنوا منهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا الله من يحادد الله ورسوله فأمنه ما وجهنم خالدا فيها ذلك الخذير العظيم يحذر المنافق لهم تستهذئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منهم وعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهول عن المعروف ويقبضون أيديهم نصوا الله ثلثيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والقفار وراء وجهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم خافرون ألم يأتهم نبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدين وأصحاب المدين والمؤتفكات أتتهم وصلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحموا الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم يا أيها النبي جاهد القفى والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يرالوا وما رقموا إلا أن أغلاهوا الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقن ولما قومن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم فرهم ومجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يذذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخون منهم فخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فنح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل لا أرجعا لما أشد حال الله لو كانوا يفقهون فليضحقوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذروا كالخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت صورة أم آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذر كأم الطول منهم وقالوا وقالوا ذو لا لكم أن يفقى قاعدين رضوا بأن يقوموا مع الخوالف مطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الخيرات وأولئك هم المصلحون أعد الله لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوض العظيم وجاء المعذرون من الأعراب لذمنهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقوا وحرج إذا لصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أترك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدم ما يحاذرون أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يفتأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يقولوا عن خوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر